ما بين اليوم ومبارح وتمبارح نهار لحد طلعبت الجولة الثانية من تصفيات تأهيلية الكأس العالم 2026 بمنطقة افريقيا وشهدنا برشا مفاجآت لكن السيمة الأبرز هي سيطرة المنتخبات منطقة شمال افريقيا اللي يتمكنوا بشير بحوى خارج ميادينهم ويتصدروا المجموعات متاحهم على التوالي كيف مصر وتونس وتزاير المغرب بطبيعة خاطر عندها الماتش لول ما لعبتوش الماتش لول كانت معفاد وليبيا كادت انها تربح الماتش الثاني على التوالي وتتصدر مش مشكل خيرها في غيرها ان شاء الله الماتش الجاي خصوصا انها تلعب ماتش سهل مفروض فانها قادرة تتصدر المجموعة ان شاء الله في الجولة الجاية دونك مش نشوفه اليوم مختلف النتائج في المجموعات الكل والترتيب على ظوء النتائج اللي صارت ونحكيه حتى شوية على الجولة الثالثة وشكونهم الفرق المنافسة للمنتخبات العربية منطقة شمال افريقيا اللي تنجم ربما تقلق وردوا بيننا منهم اكثر من غيره نبدأ بالمجموعة الولا اللي فيها المنتخب المصري المنتخب المصري كان في الموعد العب ضد السيراليوني المارفت عاد بتعادل من خارج ميدانه دونك المنتخب المصري ذربي قوة وربح 2-0 وهكا اخذ خطوة باهية ممتازة ياشتر في المجموعة متاعه تصدر منفرد بستة نقاط ياليه بوركينفاس وغينيا بيساو وذوكم هما اللي دوز ادفرسير الحقيقيين بتاع المنتخب المصري وهو مزوز منتخبات اللي بشي قابلهم في الجولة الثالثة والرابعة ان شاء الله في شهر جوان قادم برشا وقت مزال على الجولة الثالثة والرابعة في الجولة الثالثة المنتخب المصري بشي يستقبل منتخب بوركينفاسو تاريخيا منتخب مصر عنده اسباقية كبيرة ياسرة على منتخب بوركينفاسو وقادر مصر بسهولة تامة يربح ضد بوركينفاسو حتى انبعد في الرتور نتصور مصر في المجموعة هذه أمورها مريقلة وان شاء الله تتآهل بدون صعوبات تذكر الجولة الرابعة بيش تمشي الغنية بيساو يعني مصر عمليا تربح الزوزمات شوية جايين في جوان تقريبا تعمل خطوة عملاقة نحو التآهل حتى بعد المسألة معاش بيش تكون صعيبة بالكل بالنسبة له بالتوفيق اذن للمنتخب المصري وان شاء الله هيكون اول المتآهلين للمونديال 2016 مجموعة ثانية واللي فيها السينيغال وعنا فيها برشة منتخبات عربية سودان وموريتانيا وجنوب السودان السودان ما قصرتش ربحت ضد الكونغو الديمقراطية اللي هو فريق مش سهل ونظريا من المنافسين في المجموعة الضيئة السينيغال على الورق بدون منافس لهنا تتكور وحدها لكن اليوم لقعت اشكال ضد التوغو وعملت تعادل بالتالي السينيغال متصدرة هي والسودان بربع نقاط مع بعضهم فرق الاهداف في السينيغال ثم الكونغو بثلاثة نقاط توغو بنقطين موريتانيا بنقطة وجنوب السودان بنقطة مجموعة ثالثة واللي فيها نيجيريا تمر بصعوبات كبيرة وكبيرة جدا الى حد الان من ربحت حتى مباراة رغم اللي لعبت ماتش في بلادها وكملت اليوم الجنوب افريقيا نفس الشيء حتى هي لقات صعوبات كبيرة مش لقات صعوبات بارك اليوم خسرت ضد رواندا ثم بلايش نيجيريا تعادلت في زينبابوي واحد واحد اذا ترتيب مفاجأ الى حد الان بعد جولتين رواندا في المرتبالولة بربع نقاط جنوب افريقيا ثلاثة نقاط نيجيريا نقطين لزوتو زينبابوي كذلك بنقطين والبينين بنقطة هذه ربما بش تكون مجموعة معقدة جدا 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 وربما قد تحدث مفاجأة في المجموعة ذي المجموعة الرابعة واللي فيها المنتخبة الليبي المنتخبة بتاعنا الليبي الليبي اليوم بصراحة مرت بجانب الحدث كادت كادت تنتصر على الكامرون وتعمل خطوة عملاقة بالأسف اكتفات اليوم بتعادل ليبيا قدام الكامرون واحد واحد كابفير انتصرت في الاستيواني بنتيجة سفر وانجولا وجزر الموريس تعادلوا سفر سفر وعلى ذو النتائج هذه الكامرون والكابفير وليبيا مع بعضهم متصدرين بربع نقاط فرق الأهدف في الكامرون ثم الكابفير ثم ليبيا وبعد نلقى وانجولا بنقطين جزر الموريس بنقطة واستيواني بسفر نقطة في شارجوان الليبيا بش تلعب الجولة الثالثة والرابعة أولا بش تستقبل جزر موريس جزر موريس فريق متواضع يعني بحاوليه نربحو ضد جزر موريس ناخذو إيلان باهي وبعد بش نمشيو الكابفير اللي هو من أهم المنافسين في المجموعة ذية شارجها بركة على الأقل نجيبو تعادل من الكابفير وقتها نتحطو ربما على السكة وعننا فرصة بش ننفسو على بطاقة تأهل الكأس العالم 2016 المجموعة الخامسة اللي على رأسها المنتخب المغربي نعرفوا أنه في الجولة الأولى تنزانيا وزامبيا ربحوا على التوالي زامبيا ربحت ضد الكونغو أربعة ثنين وتنزانيا ربحت ضد النيجر واحد بلاش اليوم المنتخب المغربي يلعب في تنزانيا والنيجر تستقبل زامبيا والكونغو هو الفريق المعفي بالنسبة لأسبوع ذي إلى حد تسجيل الفيديو زوز مباريات ما تزالوا مبدأوش أما نتوقعوا أنه المغرب حول الله في مجموعة كما ذي ما تلقاش مشاكل إذا ثم شوية منافسة قد تكون المنتخب الزامبي أما مرة شوية من المنتخب الزامبي نجم يقلق لمن قريب ولا من بعيد لمنتخب المغربي منتخب عالمي المنتخب المغربي مش بشي وقفه للمنتخب الزامبي ولا منتخب تنزانيا إن شاء الله اليوم المغرب تعود بانتسار من تنزانيا تفسخ واحد من المنافسة من تاحها ثم في شهر ستة تستقبل زامبيا وتزيد ترباحها ثم تمشي الكونغو تصور في ثلاثة جولات أضونا المنتخب المغربي يكسب تسعة نقاط ويأخذ إيلان باهي إن شاء الله المنتخب المغربي بدون صعوبات يتعدى مجموعة كما نكيا مجموعة ما تقلقش منتخب في مستوى المنتخب المغربي وبالتوفيق لأوسود الأطس المجموعة السادسة ولي فيها الكود ديفور الكود ديفور اللي ضربت قوة في الجولة الفارتة وربحة تصعب ليش اليوم مشات الجامبيا وروحة بنتي سارثين بليش الجامبيا اللي هو المنافس الأول راه الكود ديفور في المجموعة دية وبالتالي الكود ديفور عملت الأصعب بالنسبة لها في المجموعة دية منافس مباشر ضرباته في بلاده نظريا ما زال عندها كان الجابان ربما حتى الجابان بعد صعيب شوية راهي بيش تواصل في المسيرة متاح هذية كربحة دوماتش تصور الكود ديفور من غير صعوبات بيش تتاهل على المجموعة دية الموزمبيق اللي على الورق مرة أخرى نقوله غينية موزمبيق غينية ربما إذا نثمق لق منهم ما مراش ما راش حتى فريق قادر بش يقف قدام المنتخب الجزاري القوي والقوي جدا في التصفيات دية بشيكون وفي الكوب دافريق زادة بش يكون منتخب صعب الميراس نتمدناه إن شاء الله بكامل التوفيق للمنتخب الجزاري في التصفيات التأهيلية دية غينية كما قلنا اللي بريفو بش يكون منافس للمنتخب الجزاري خسرت في بوتسوانا دونك نظريا نقوله حتى النتائج الأخرى يعني كانت المصلحة الجزائر الجزائر في الجولة الثالثة بش تستقبل غينية ثم تمشي الأوغندا وكما أتراو في الوقت الحاضر الجزائر تغرد خارج السرب بستة نقاط بزوز انتصارات بوتسوانا غينية أوغندا والموزنبيق كل واحدة منهم ربحة والصومال هذيك الحصالة بتاع المجموعة بش تكون وبالتالي شدت السكة وثنية صحيحة متاحها تزير وهكا إن شاء الله بش نقاو المنتخب الجزائري في كاس العالم 2026 إن شاء الله هالماتش الجاي ضد غينية يوضح الصورة بشكل كبير في المجموعة الثامنة واللي على رأس المنتخب التونسي اليوم تفوق وجاب انتصار من المالاوي مهم يسر الانتصار بحكم أن المالاوي في الجولة الفارتة ربحة خارج ميدان هذانك نظريا مالاوي واحدة من الفرق اللي ربما تقلق في المجموعة ذي لكن اليوم بانتصارها تونس في المالاوي بلايش الايليميني لان دوسيزات فيرسير عملية نقولو شكونوا بقاو كمنافسين لها لاغلب الاكثر واضح من اول من اللي تعملت القرعة هي ديار واضح وانو المنافس الابرز بش يكون بالنسبة لها هي غينية الاستوائية ثم في درجة ثانية ناميبي طوميو وانو الماتش الجاي تونس بش تستقبل غينية الاستوائية فرصة بالنسبة للمنتخب التونسي بش ينفرد بصدار ان شاء الله في الجولة الجاية والجولة اللي بعدها ينتقل لناميبيا كيف كيف كما حكيت على مصر بكري تونس اذا في الجولتين جايين تروح بستة نقاط صحي تقريبا نجمو قولو كل يد شدت اختها وتكون تونس كيكيخ ذات ثنية صحيحة نحو مونديال شمال القارة الامريكية بالتوفيق وكل التوفيق لنسور قرطاج للمنتخب التونسي اللي ان شاء الله كي عادتو دي ما نلقاهه ان شاء الله في المونديال في الاخير المجموعة التاسعة واللي قتلت عاملة القرعة حطينا لعبة بشكون بين غانا ومالي لكن ما رعنا إلا وأنه غانا بعد ما ربحت بشق الأنفس في الجولة الأولى في الجولة الثانية ضد جزر القمر خسرت واحد بلاش ومالي في بلادها المنافس الثاني نظريا في المجموعة تعادلت واحد واحد ضد منتخب جمهورية أفريقيا الوسطى واحد واحد اتشاد خسرت ضد مدى غاشقر وهكا على سوربريز جنرال القيناة الترتيب جزر القمر في المرتبالولة بستة نقاط تليها مالي بربع نقاط مدى غاشقر وغانا بثلاثة نقاط جمهورية أفريقيا الوسطى بنقطة واتشاد بسفر نقطة الوضعية سو كمبليك دو بلوز وان بلوس بالنسبة الغانا قاعدة تتعقد الحكاية وحتى علامة اللي راوة لانه منتخب جزر القمر تكون منافس عنيد وعنيد جدا في المجموعة ذي ردوا بانه منه وارد وانه يحدث مفاجأة في المجموعة ذي لانه هو اللي صار في الجولة الثانية كما ريتو المنتخبات منتعة شمالي في ريقيا كانت في الموعد اغلب المنتخبات هذه متصدرة للمجموعات متاحة نأملوا ان شاء الله متسعة المنتخبات المتأهلة على افريقيا نقاو خمسة منتخبات عربية المغرب الجزائر تونس ليبيا ومصر مسألة واردة ممكنة بالقرينتا بالقليب سورة المنتخب بالليبيا بالقرينتا والقليب نجم جيبو وبالتوفيق للجميع هكا نكون وصلنا لنهاية الفيديو ان شاء الله هتوا نهبت فيه التصريحات متاع المدرب واللعبين متاع المنتخب تونسي نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء